اشتركوا في القناة مدى الخليفة ان طواف الدراجات الهوائية يسهم في بلورة العديد من الاهداف التي تعزز مكانة هذه الرياضة وتسليط الضوء على مردودها على الصحة العامة في المجتمع مبينا سموه ان النسخة الماضية من الطواف سجلت نجاحا ملحوظا من حيث اكتشاف مواهب جديدة وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الدراجات وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين من المواطنين والمقيمين والمشاركين من خارج المملكة موجها سموه اللجنة المنظمة بتوفير كافة الاحتياجات للمشاركين وتهيئة الاجواء المثالية امامهم لتحقيق كامل النجاح للطواف هذا وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهوات والذي سيقام برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة وتحدث في المؤتمر الصحفي سعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لدراجات الهوائية والدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير وأحمد عبد الملك نائب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة ببنك السلام والشيخ خليفة الخليفة خصائي أول في العلاقات الحكومية بشركة بيون وهيثم يوسف مدير شركة إيغل هيلز ديار بمراسي البحرين وخلال المؤتمر الصحفي كشفت اللجنة المنظمة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالطواف والذي سينطلق يوم الأربعاء بمشاركة واسعة من الدراجين من داخل وخارج مملكة البحرين هذا وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني بمشاركة حكام طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية وممثلين عن الفرق المشاركة